شاهدين في كل مكان أهلا وسهلا بكم سعيد بلقائكم في حلقة جديدة من برنامج علامتني الحياة في هذه الحلقة سنتعرف وإياكم على نموذج نجاح جزائري كبير كذلك كبير لكبار القصة التي مر بها وكبير لكبار إنجازاته كذلك وكبير لكبار التخصص الذي هو في قلب هذا النجاح سأقدم لكم واحد من الشباب الجزائريين الذي اضطرته وأجبرته الظروف التي عاش فيها وكبر خلالها أن يتجه نحو النجاح ولا شيء غير النجاح ضيفي في هذه الحلقة هو واحد من الشباب الجزائريين خرجي المدرسة الجزائرية والجامعة الجزائرية وبعد ذلك قاده الحلم نحو السفر إلى كندا وبعد ذلك حقق بفضل العمل بفضل الدراسة بفضل كثير من المصاعب التي مر بها وهو شاب يصل لأول مرة إلى كندا اختلفت عليه الظروف هناك اختلفت عليه الظروف سواء من ناحية الجغرافية والمناخية والثقافية واختلفت عليها الظروف كذلك من الناحية المادية بعدما وجد نفسه يواجه مصاعب الحياة في تخصصات لم تكن تخصصاته لكن فيما بعد عاد إلى تخصصه وهو تخصص كبير جدا أكيد تريدون أن تعرفونه وهو تخصص صناعة الطائرات نعم في الجزائر لدينا كثير من المهندسين ولدينا هذا المهندس الذي يعتبر من بين أهم المهندسين الجزائريين ويعتبر مهندس كذلك في شركة بومباردية الكندية التي تشارك وتساهم في صناعة الطائرات العالمية سواء صناعة طائرات التي تسمى الآن الكاندير التي تستعمل في إطفاء الحرائق والتي سمعنا عنها الكثير في السنوات الأخيرة بحكم الحرائق التي كانت في الجزائر أو حتى صناعة طائرات المسافرين أو الطائرات الخاصة التي تعتبر من تخصص ضيفي في هذه الحلقة وهو الأستاذ عبد القادر خرات مطور برامج طائران ومهندس في شركة بومباردية الكندية ومصمم طائرات خاصة وأستاذ بالجامعة متعددة التقنيات بموريال بكنادا وهذا ما هو إلا شيء قليل وبسط جدا مما يمتلكه ضيفي المهندس عبد القادر خرات سعيد جدا وفخور كذلك بأن ألتقي معك في هذا البلاطو وأتشرف بأن أنقل جزء من نجاحك إلى المشاهدين أهلا وسهلا بك أستاذ أهلا بكم وشكرا على الاستضافة والسلام عليكم على المشاهدين الكرام وعليكم السلام أهلا وسهلا أكيد ما قلته الآن هو عبارة عن النتيجة لكن هناك مسار كبير جدا قبل الوصول إلى هذه النتائج أنت ابن حي شعبي أنت ولدت في بوفاريك وترعرعت في حسان بادي في بلفور الحراش الحراش هي كلها حي شعبي ولديه الكثير من الخصوصيات أكيد لديك الكثير من الخصوصيات يجب أن تروي لنا عنها عن بدايتك في الحياة فكيف بدأ السيدة عبدالقادر خراط حياته؟ أكيد السيدة عبدالقادر خراط ومويد بوفاريك تكبرت بديت حياتي الصغرية في القصاري بوفاريك والوالدتاي زايدة في القصاريك نفس الحي نحب الجنين تعال شيناء طبعا بدأ مزت في بوفاريك لازم تحبشتك كنا نروح مع عليك وزن تعيك كشول الولاد عمتي عندي وولاد عمتي وولاد خالي وولاد خالي صغر مي وولاد عمتي وملي كنت نروح معهم الجنين ووليفاكوز كنت نعقبه في بوفاريك ولكن كنت كبرت لحسان بادي في بلفور حراش كشول بديت كأي حي شعبي نشوفه النجاح الوحيد يكون هو الدراسة اللي تحب تنجح الدراسة بدون دراسة متل راحش تنجح هذا هو اللي كان شغل لنا الشاغل في هذا الحي مش كلنا الواضبنا على الدراسة وقعدنا في الدراسة ملكن قاعد بزاف كثير منا كان هذا ونشوفه باش تنجح لازم تدرس ومازلني كشول عندي جذور في هذا المنطقة والمسجد حسن بادي نسموها رسميا بوشا مرطة هذا كلي كنت عندنا كشول كل ما نروح نقول انا لازم نروح نحج في بلفور لازم نشوف لازم نشوف لانا تشوف البداية تاعك كانت قادرة تروح مصار اخر كنت قادرة تنجح كنت قادرة ترسب كان عدة نعرفها بعدة اصدقائي كشول الصغر ما كان اش لدينا عندهم نفس المصار والحمد الله كنت محظوظ ما نش نقول النجاح كل نجاح هو اسم كبير شوفت تقديم التقديم اعطتني بزاف اهمية كنت مصمم طائرات اذا كان مصمم طائرات مش نجاح نوش نقوله على رواحنا نجاح هو النجاح ننجم نقول الكلمة النجاح كي نكون قريب نموت ونعاود نشوف قاه حياتي المصارتها حياتي وش كنت قادرة ندير وش كنت مهم وش مقدرتش ندير عندي عدة امور وان شاء الله بحول الله رب يطول في العمر وباش نديره امور والنجاح هو نسبي كل واحد يشوف قيمة النجاح كان امور تقول انت نجحت ولكن واحد يشوفها موش نجاح تم ولا نسبي ولا قليل طموح لكن انت فقه انه مصمم الطائرات هو الذي يصنع الطائرات وانسان ناجح يستهد من تواضعك حنا مثلا عندنا واحد المثل في الجزائي اللي ما تطلب من واحد عمل ويصعبولك ويصورلك بأنه صعب تقول له واش كرح تصنع طيارة معناها تصنع طيارة هي اكبر حاجة هذا مثل شعبي وانت فعلا تصنع الطيارة استهد الحمد لله كان لي الشرف صحة الجامعة نقطة مهمة جدا المسجد ما هي علاقتك بالمسجد ونشاهد المسجد الآن في الخلفية خلفي حتى نذكرك به ربما لانه لا نتكلم عن اي مسجد أتكلم عن المسجد الذي له علاقة مباشرة بك وستطرويها لنا أنا لك نعطيك النظرة بركة ملخصة هذا المسجد كان ربي يحقق لحلم وإن كان ما حشي تحقق بالتأكيد نولي أن نجيه ونضمه في صدري هذا المسجد بس نعطيك كبيرة جدا هذا المسجد كبرت فيه 14 سنة حتى 23 سنة تخرجت منه هنا هذا القسم كنا ندرسوه فيه قررت فيه 4 سنين طلبها صغار ومديتهم من نبيم حتى الترمينا لم أتحدث ترمينا حتى البرميار ومن بعد خرجت الكندا والحمد لله كان عندي 14 أو 16 مطارق هذا الإمام في المسجد الحالي المرسم فريد عبدي وهو كان منطلبة كان يقرأ عندي كان صغير في النابيام والحمد لله دار تخصصه دار رياضيات وبعد دار علم شريعة هذه في المقصورة لي كنت مؤذن في المسجد هذا كيف العام الأخرى لي كنت مؤذني كنت مؤذن العام الأخير في ماذا؟ كنت العام الأخير تعي في الجزائي قبل أن نذهب الكندا كانت مؤذنة رسميا نرحل العسكر بشي عقب سافيس محمد فنسلم عليه ثانيك المؤذنة كنا ثمك هذا المسجد كشولا عندي علاقة لأن لماذا كنت نقرأ ونكنت نحضر البكالورية التاعي ونحضرها للدراسات التاعي الجامعية كل شيء لأن كنا في حياة شابعية وكنا ذيق كما نقوله إحنا في ذيق ونكنت نقرأ في الجامعة بسبب الضيق في منزلك كنت رح تقرأ في المسجد نعم المسجد كان واحد الكوشة رح يقدم الجامع ثم كنا في الباك كنا نباته في الليل ثمك في الكوشة في الكونطورة الأخر كان عكاش نسلموا عليه ثاني كنا نحضر الباك في الكوشة تاعي في المسجد ومسجد هذا المسجد ومسجد أبوليول كنا نقرأ بزاف ثم ما كانوا بزاف نتلقوا والضربري كانوا يحضروا الباكالورية في ذاك الوقت ومعام حضرنا الكونكور باش نروح الكندا قرأنا عدة شهر كنا نحضروا ندرسوا والحمد لله خرج الرجال هذا المسجد المسجد والكوشة حتى المخبزة خرجت الرجال المخبزة هذه خرجت الرجال الحمد لله كشرة في فرنسا وأنا في كندا جميل حتى نعطي ملخص لهذه المرحلة فإن تلك الوضعية التي كنت تعيش فيها والذيق في المنزل لم تكن عائقا من أجل تحقيقك شهادة الباكالورية في عام الباكالورية كنت تضطر للدراسة في المخبزة وفي المسجد حتى تتمكن من الناجح في الباكالورية أتى امتحان الباكالورية وش هي الذكريات التي تحتفظ بها خلال هذا الامتحان وكيف اجتسى الامتحان الامتحان كان في الظروف صعبة شوية لأنه كنا في ذلك العام كان الظروف تعد دراسة في الثانوية التي كانت كانت ثانوية جديدة وللأسف الثانوية سمعت مؤخرا باللي نحاوها على المسجد الكبير المسجد الكبير خطاش مبني في ذلك المنطقة والظاهر باللي تنحات هذه كنت حابة روح لعبان رمضان وللأسف كانوا بناء ثانوية ومشينا لها وكانت عندها بداية كنا نحن البداية تعد ثانوية كانت بداية صعبة وحتى أني سمعت باللي مربحت الباك وعشت الرصوب بيدون رصوب صديق سمعت من دو جوب اللي ما اسمي ما خرج ومبعد الحمد لله كنا خمسة ولستة في هذه الوضعية ونحن نخمو باش نعود الباك وكنا والحمد لله هجبنا الباك ورحنا للجامعة توصلك للمرة الأولى النباء بأنك راسب في البكالوري عشت عشت الرصوب عشت الصدمة عشت الصدمة أحكينا عذاك الشعور يومين وانت راسب بعد ذلك ألقيت روحك الناجح أنا شفا كي كنت ما اسمعتش أنا جاء جيت داخل الباب وشوف أختي عندي أختي خديجة شافتني عبدت دخلت للدار وخرجوا ويجوا تسمعوا بلي خرج ريزيطة بلي البحث هذك الشعور كي شو العشت والحمد لله هذي عشتوا لأننا باش نعرف قيمتنا واحد ينجح في منطقة في حياته والحمد لله هربي كيفاش عرفت بلي ماكش راسب كيفاش عرفت بلي أنك هذي وش نقول لك أنا كي جاتني للخياتي اللي قاتلي وقالولي بلاك أربحت وقلت لهم أكو متأكدين راكم الله ومشيت باش جو فاليد هاد دا فورماسيون ومبعد مشيت الواحد صاحبي كان نفس في نفس طريقة قالي خلاص كونفير ماليت وتلاقي تبع كاش هذك تلي كنت أقرأ معه في الكوشا الحمد لله كان هذك الكديم اللي نجحت الحمد لله كان شعور 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 ما زاني متفكروا عنده وش حال عنده يا ربي واحد وربعين سنة آآ ما زاني ما ما زل وراسق في الذهاب من كبار قيمتي أكيد ستتذكروا هذا رسمي هذا رسمي آآ المخبزة والمسجد كان قصة هكذا تعريفها أو صدمة آآ آآ أنا كنت حاجة كنت نحب لعب البالو آآ الكورة كنت حارس مرمى كنت في المسجد اللي كي بتاع المسجد حسن بادي كنت لاخر كنت في كنت في كنت حارس ومثال جماعة أصحابي يقولوا لي وليش ما تدسبيتيش مع الحراش باش تقول لي حارس لاعب وليش آآ دات الملاكمة والبالو هذو كانوا كانوا زوج كنت ندير في الديان سي كنت نجي من اللي سين نوح نجري للدار ومبعد روح نجري حتى آآ آآ نجري طاقات التدريب عندي حتى نجري بساعة نجري باش ندري مدار لاننطري المعلى آآ آآ ولكن حبيت هذه الأمور آآ نحب هذا الشي ولكن قلت لا الدراسة هي اللي حت خرجني يعني حاجة واحدة أخرى كنت نخاف ندخل القهوة علش خفت خطاش كنت نشوف الناس اللي دخلوا قهوة ما مش قاريين هي نظرة تعطفل صغير تعطفل صغير طبعا نظرة بارئة شوف دخلت القهوة حتى كبرت حتى القهوة ما دخلهاش خايف لو كان ندخل القهوة تروح إلى جهة وحد دخل الدراسة أنا الدراسات نعزها و كنت نتمنى يكون عندي مش يمتيت شعور عندي كشول ما نطقع هك نقلق على روحي باش نقرار و ندرس لاي بارك نايس تحصلت على جهة البكالوريا و الآن أتت مرحلة الجامعة كيف أخترت هذا التخصص بالذاتي؟ أنا كريب حتى الباك كنت رح نقاجي في تفراوي حبيت نحب العسكر نحب لننضباط نحب لننضباط نحب لننضباط ولكن كنت عندي كشول نظرك دقيقة على مشروعي تعل حياتي لازم نكون مهندس في الطيران كنت من الصغرين نحب الطيران من الإبتدائي مني نعرف روحي نحب الطيران زيت قدام لباس ده تعبو فاريك و كبرت قدام ده ده نشوف طيارات السما دايما كل يوم ده خلاتني أولي نكون كي كنت ربحت الباك لم يكن للمعهد الطيران بليدان في هذا الوقت في 82 كربحت الباك و كنت نذهب في البيت نحب نقاجي و كنت نقاجي لم يكن لدي تحكم في الكاريار التاعي و كنت نجي من أي طرح كنت صح و كنت نقاجي و بعد تراجعت و قررت باش نمشي الجامعة الجزائرية و نقرافت الهندسة الميكانيكية و كنت الهندسة الميكانيكية هي أقرب تكون الطائرة قلت باب زوار قلت عامين باب زوار لكي لم تكن بولي تكنيك جدع مش طارق و كنت عامين و بعد مشيت لبولي تكنيك كمت المطاف التاعي و كنت نحسن باش نحسن المعدل لكي كنا حاب نروح و ندرس في الولايات المتحدة و كنا باش يكونوا ثلاث اللولين في أي تخصص يمشوا الميكان هذا هو كان الهدف هدف التاعي حققته أم لا؟ الحمد لله كنت ثاني في الكونكور ناسيونال في الجيني ميكانيك أين حضرت للمسابقة؟ في المسجد المسجد كذلك؟ المسجد أم لا كنا نقرأ و ثمك دون مانيا ديسيبليني كنا عندنا لجمنا نقاع خمس سنين أول مرة يديروا النافتش كنا بالمعدل لنا كنت المعدل كنت قادر لنا ولكن قالوا هذا كالعام نهو خلاص لا ننجوش كل جميعا نباتي المسجد فضل كبير في حياتك في مسيرتك كل مراحل مسيرتك حاضر للمسجد عندما كنت طفلاً صغيراً و عندما درست فيه و عندما درست فيه و عندما حضرت فيه للمسابقة كذلك هاديك شغل عندي علاقة مع المسجد حسن بادي مع علاقة ما نجيبش نعلك شغل كاني منزلي الثاني أشعر الثاني تاعي و شحن نحب لو كان نسيب ذلك نسيب فراغ نروح باش نديرو نتوهيش تعال المسجد هذا فضل كبير عند ربي سبحانه سبحانه أنه وفقك و جعل في قلبك هذه المحبة للمسجد و المسجد هو الآخر كان مساهماً كثيراً و جداً في نجاحك و خمسة تحصلت على المرتبة الثانية و الآن ستتحصل على منحة تحصلت على منحة كنا تحصلنا على منحة الحمد لله كنا من ربعة ماشينا الكندا عشرة ماشى الفرنسا و واحد ماشى انجليدرا كذلك التحرار كي ماشينا الكندا كانت صدمة عندي كانت صدمة عندي لأنا كنا كنت عايش في المسجد لدينا هذي كل اللمه تاع الشمل و القرب للناس و كده و كندا بلاد فارغة كي مفصلت مازاني شافي عليها 36 سنة ملي مشيت كندا كان البرد و قاعد الأمور و مشينا في زمان البرد و الحمد لله كنا لدينا منحة الحمد لله لم يكن لدي مشكلة تاع المال و حاجة كنت من حمل الجزائر و نقعد توجور ركونيسان منحة 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 و لكن هل تتذكر أول يوم وصلت إلى كندا و لم يكن لغة إنجليزية كنا نحكوها تقريبا تقريبا و قاعدين نقوم نحكي لكم أحد كان محمد محمد حشيشي يضحك علينا بزاف هو عيش في الولايات المتحدة في واشنطن نسلم عليه ثانيك يضحك علينا و كان يقرأ شوية إنجليزية و نحن ما نقرأوه و كنو حون كوموندو و ناكلوا الحاجة و الأولان اللي يجوز نقول نا حافظين كلمة حافظين كلمة حافظين ما عجباتك ما يقول نفس الشي نفس الشي غير بشتب نحن نسلم روحك نسلم روحك و كي كنا حاصلين حصلنا في فرنكفورت بشتبت موريال حصلنا في فرنكفورت كنا وحدة و 17 و بدلونا لتينيراب و هنو لم يكن لدينا الفيزا في للمان كي وصلنا واحد فينا ميتكلمة 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 و نتوى ميترايا ميترايا السلاح الدخل للطيارة و بميتكلمة 23 جزائر ما كننش كننه 14 أو 7 و بين 10 أو 7 معني ناس اللي و طلعونا و الضربونا و نسوذر فينا و عطلو الطيارة بش يدونا الفرنكفورت و تشوف هذيك المدر رايح الكندا نقرأ واني كنحس روحي تيروريس و هذي و مشيت لتاوتاوان بش نديرو دراستها الإنجليزية كي بديت نقرأ صبت رحي أنا اللغات شوية ما عنديش رحت متعرف ولا شي بالإنجليزية لا قلت الإسبانيول هنا في الجزائر آآ صحا و متروازي ياملون قلت الإسبانيول إنجليزية متعرف ولا شي علمتني أختي سعاد عندي أختي سعاد علمتني نقرأ وان تو ثري أنا نحرف في فالاجيري علمتني سوري كلمات هيدا كما كلمات هيدا كلمات هيدا الإنجليزية و رح يحلل كما دا كي وصلت المعهد باش ندر من المعهد نقرأ لها أربعة شهر إنجليزية قرأناها في أوتاوان كي بديت نقرأ رجعت لدي الإدارة و رجعت الإدارة و رجعت الإدارة قلت لهم ما كانش نفو أقل من هذا لهم ما نش نفهم مواله قالوا لي هذا هو آخير أمر أوك canal قالوا لي ما كتفهم مواله لهم ما نفهم ولا أو شيء و ما ماي Lore опять 말이 من الأمري و ماي قمنا الأمريق إذا نعرفوا هنا وش الترتيب pron производته أول مرة في حياتي نจ osoby اول مرة في حياتي نعود انتم first في الفرنسية في الورقاء اول مرة من الأمريقية بض النقر كان أول مرة نجي فرح وما فشلاتك شاذي وفقدش الأمل ما خبيش عليك خطاش كان يشوف لكوين يكون عندك بلون بي ترخع أنا بويسك عن لبالي بلي راحة بويسك ما كانش وحطمت لين لما طموح تعيد خطاش كنت حابة ندير ليرون تكيد نروش حابة دير قلت من طيران لك طيران لازم يكون عندك الإكزامات على الإنجليد جوزه في أربعة شهر وثلاثهار أنا كنت أمفوسين من صفر حتى نيفو عالي بشتكتور في أربعة شهر وقلت تقريبا من المستحيل ذوق قلت كويسكين كيباك راح نقرب الفرنسية بالصحران نضيح الحلمتاي طيران بدأت الهندسة كان يكينكي رحت لموريال وبعد رحت للكيباك بدأت ذلك ولكن كيكون عندك انت الرخاء الإنسان يرضى ويقول لي يروح للحاجة السهلة ويفكتي مستيسا لو كان ما كانش عندي يقول لك أوكي لو كان رحت الولايات المتحدة ربما يكون نتيجة أخرى بعدين تعلمت اللغة الإنجليزية فيش حال؟ اللغة الإنجليزية كنت في موريال كنت موريال وبعد رحت كيباك في الانيباسي لغال كدرت الماجستات تاعي ثمك وبعد بديت الدكتورات تاعي في المنطقر وكنت عندي غير بارمي دي تيديو وكانت فرنسية في القلب كيباك دوك قاع فرنكوفون دوك كيباك في طيران تم عرفت باللي ضياطة ومبعد بدأي قولي قلت نحضر معك تربوزي كي سنت عنانجلي وانا رجع لك فرنسي قال له ما كانش مشكلة بدأت ومبعد بدأت بالانجليزية من البداية حتى تشرح لي المحرك كيف يشتغل من البداية وبدأت نتعقد الديبريسيو اللي صارت لها كل عام لش كون زوجتي كي خرجت للدار وقد قلت لي مش كاين راه قدمك حمار كيف تشغل يا رجال كيف تشغل دنيا نهارت لأن الحلم التاعي كنت نحوص عليه فندن كثيرا كثيرا كنت ضياطة ضياطة على جلوها قلت لكن هذه اللغة مباركية كانت عائب بيني و بين الحلم التاعي نتعلمها بش حال تعلمتها؟ تعلمتها كي بدأت حصلت على شغل في بومباردي لم تطورش وم بعد حصلت وداروا معي الانتروفيون فرنسي ديت معنا أنت عندك تقنية وكل شيء موجود والفاهم إلا اللغة كانت عائق لكن أستاذ قبل أن توقف عندها فاصل المنحة ستبقى لك في مرحلة الدراسة فقط لكن من بعد السنوات من بعد توقف المنحة كيف عشت؟ هذه كلا بريود بش نرجع لك كيف تعلمت الإنجليزية نكرار الإنجليزية عدت ندور في الإجليز أكثر من المسجد وشكت أنا من المسجد ترفيت عدت نرح نقرأ أخذ شكو مالي مورمون كان يقررون الإنجليزية في الكنيسة الكنيسة كنت نروح ربعيان في اسماء أسبوع الكنيسة ما أخفتش أثروا لك على الإجراء الجراسية ديما الواحد يتربى في المسجد منظر شيء صحيح ومكاش دراهم كاش دراهم كاش دراهم وكنا كت عندي وقيل 250 250 250 250 دولار في الأسبوعي بش نقول لك المنحة كنت ندرس ساعات هنا في الجامعة ما تكفيش وش دير لازم تروح تخدم تحت طابلا خدم تحت طابلا وش خدمت تحت طابلا بلونجر بلونجر في فارستار تخسل الأواني نخلص الأواني وعندي ماجستار وأنا نخلص الأواني ويتحكم عليها واحد جام يدرس ونشفاله هيداك وكان البوست تاعي هذا كله البروبيتار عندي حكاية عليه وش هو كان عنده فراري وعنده مباني وأنا نشوف روحي الأحلام تاعي كتنا ونشوف روحي دكتور ونشوف الطيران وكذا نقلص الأواني نحصل في المعاني ولكن قضيت وقت قضيت وقت لازم واحد وكتنا وطهر بوجلال واحد أسمه طهر بوجلال وكنا نتعاونوا مع بعض مثلا الى عنده واحد شوياد رحم يسلف الأخر كنا نتعاونه هنا وطهر بوجلال وكان يتعاونه وعنده شوياد رحم ونتعاونه لازم نجوزه على الوقت وبعد نقول له هيا طهر وشوف الواحد الرزق مكتوب من عند ربي وإن شاء الله أمور هذه غير جايزة الواحد يصبر ويصاب ونضحك عليها بلاحظة قادمي وعشان يخايف لهذا هو الرزق التعنى فقدم ميتين وخمسين دولار هذا قمة التشاؤم بسحة نقوله ما تخامش والحمد لله طاحر هذا راح نخدمه بمباري في زوج وبعد ذلك ترقيته من تغسل الأواني أنك تساعد طباخ الطباخ هذا ترقية ولكن ترقية في الشغل ما كانتش ترقية في المال كنت نخلص كالدولار سي كونت بارر في الساعة شحال استمرت في هذا الشغل؟ واحد عام ونصف عام ونصف ولكنها كانت أجمل وأهم هنا لأنها هي التي قادتك إلى النجاح هي لجزم الله واحد يفتخر دائما من أين آتا لأن هذا فعلا أستاذ عبد القادر هو الذي يزيد القيمة للنجاح لأن الشخص الذي نجحها وكل الظروف التي تساعد على النجاح موفرة له نجاحه يختلف كثيرا عن الشخص الظواري والفقير الذي نجح من لا شيء من العدم من الميزيرية بين قوسين ومن هذه الأعمال الشاقة التي كما قلت أنت عندك ماجستير ويتحكم فيك واحد الذي لم يدرس هو عنده الفرار والمباني وانت مازل تغسل الأواني لكن أنت استغليت هذه النقطة لبداية قصة نجاح كبيرة جدا والالتحاق بشركة بومباردي صناعة الطائرات سنستمع إلى هذه القصة بعد هذا الفاصل مشاهدين الفاصل ثم نواصل نبقوا معا أهلا بكم مجددا المشاهدين أنتم تشاهدون الثاني من حلقة اليوم من برنامج علامة الحياة كنا قد تكلمنا في الجزء الأول مع المهندس عبد القادر خراط وهو مهندس في شركة بومباردي لصناعة الطائرات في كندا عن بداية مسيرته واستمعتم إلى أن ضيفي قد تعرض للكثير من المصاعب في حياته سواء كانت هنا في الجزائر عندما كان البيت العائلي ذيقا وكان يضطر للدراسة في المخبزة وفي المسجد لكنه حقق شهادة الباكالوريا وبعد ذلك أتت مصاعب أخرى إلى غاية أن أتت المصاعب الكبرى في كندا وهو الذي سفر إلى كندا ولا يتحكم إطلاقا في اللغة الإنجليزية وبعد ذلك انتهت المنحة التي منحت له من قبل الدولة الجزائرية وصار مضطرًا لأن يشتغل مثل ما استمعتم في المطاعم يغسل الأواني وبعد ذلك مساعد لطباخين وبعد ذلك حدث الذي حدث وهو ما سنتحدث عنه بعد قليل أستاذ عبد القادر ورنا هذا المطبخ أو هذا المطعم الذي غسلت فيه الأواني وحققت من خلاله النجاح نذهب ونغسله فيه كذلك باش نحق جزء من نجاحك شركة بومباردي التي صنعت طائرات وهي شركة كبيرة جدًا طائرات خاصة طائرات مسافرين وطائرات التي استخدم في إطفاء الحرائق الآن في الصيف في كل الدول والتي تكون كائن حرائق وولت هذه الشركات التي تصنع الطائرات نفس الشيء ونفس القيمة مع الشركات التي تصنع القنابل والأسلحة وكذلك لأنه مهم جدًا أنك تمتلكها في طائرات وانت وصلت إلى هذه الشركة الكبرى حكي لنا أول ما توظفت كيف توظفت وأول ما تحصلت على الوظيفة في شركة بومباردي وأنت الذي انطلقتها من بيئة في الجزائر قيسها قيس روحها بيت صغير ما عندك حتى ونت تلاجع فيه تلاجع في المخبزة وأنت الذي اطررت لي أن تشتغلها في المطبخ وفي المطاعم تغسل الأواني واليوم أنت في شركة بومباردي هذا الحلم الكبير جدًا أنا كنت درت كان عندي حاجة يقول لها كان قبل واحد يجب أن نكون هنا ونحن خمسة عشر وكانوا باش يديروا زوج كان عندي دو شانس دون كنت من المتاكد أنا ونشفان هالي باش عندي لانتروفيو تحم كنت مع بنتي كانت بنتي أسما كان في عمى عامين وديت باش نشوفك وين راح ندير لانتروفيو قلت لي بابا وين رانا هنا قلت لها وين راح يشتغل باباك أنا ما زمت داش لانتروفيو صممت الهدف وقلت الزوجتي قلت له كان يخلو لي رجل واحدة بك تدخل تعرق لا يا بار طيدي الزوجة مازا ما لحقتش الزوجة مازا ما دخلتش الزوجة خلاص مينجوش خرجوا له لا والحمد لله يا ربي الموفق الواحد لازم يكون عنده إرادة ولازم يكون عنده سرامة ويشتغل لها ما يكونش مشي أي صعوبة ولا يحاجر ويشتغل يتركع ويرجع ويشتغل ويشتغل لا وبدأ الحمد لله أنا كنت خلت نشفى كان نشفى الأول يوم قال لك نبدأ نكمنس وقلت له نبدأ ونبعد ننح نفعل يوم بدأت وكان عندي المشكلة تعلق اللغة كنت نبدأ تتعلم اللغة ونشفى واحدة الأستاذة تعلق اللغة كنت ندرس مع واحدة جزائري وأنا نبلغي بزاف نتحك وهذا كالسية ثانية كالنفس الشي عندي لها قلت لي عبدال قلت لي عبدال قلت لي عبدال أنت أبدا لستتعلم هذه اللغة حكذا قلتها لي أبدا لستعلم كي دخلت البومبردي بس حلمي يعني بديت نحقق فيه ما لازمش كون العائق على اللغة الإنجليزية وبديت لازم نقرها قلت لها ربعيام في السماء الأسبوع في الكنائس من مسجد بيرفو إلى كني سطموري حسنا حسنا الحمدالله كان يلاحظ وبعد بنتي دخلت حضانة شركة نعم حضانة تسكن وكانت تكلم معها بالإنجليزية أو بالفرنسية قلت لها بالإنجليزية بنتي تعلمت معها اللغة قلت لها الفرنسية هذه اللي قريب دخلتني في حيات لا تزيدش تشديها اللي نهائي وأنا بنتي كانت صغيرة كانت تحضر إنجليزية وكنات تعلموا معها وحنا الواحد ينحشبه نحن نتعرف نحن نتعرف نحن نتزيرين ودعنا المشكلة عندنا شوية الخجل هذي ويقول لك لها لأي نالو لعلم خجول هذي حشم ما يتعلمش أنا وجدت ندير الميتينج دي فان وش ندير الميتينج كي يضحك ونضحك مماما نشفاهم نضحك ما قلتش باش باش بانباش أنا لعب ميلو كنت نشوف لي يعرفوا الفرنسيان بدان سقسي وناخر هذك ميل الحمدلله حوالي وحد العام هو شجعني وحد امريكي شجعني وحد امريكي كشغول بدل متهور تعفر تعفر وقلت له رافعال واسمو كان رافعال قلت له دي هندس ثاني من هيا شايتو شجعتني كشغول حسي تروحي كشغول إنجاز إنجاز ما كوش نعرف واللي تعادي يفهمني أمريكي هذك شجعتني قلتش قاعد نشوف رحلة والحمدلله كشول التطبيق والأخر حصلت على الوظيفة في البومباردي الحمدلله وش تفكرت هذك كشول كت حصلت على الوظيفة كان فرحة كبيرة انت بدايتي كنت عندي ما عنديش مزام ليتزوجت وكنت حبس دراسة دكتورة التاعي بديت ماجستار في طيران كتزوجت حبست دكتورة التاعي خليت عن الشهادة خليت عن الشهادة يعني قلت أنا شهادة مش هي رح تجيب لك الطموح تاك أنا طموح تاياك كنت من الصمار حابة نكون لدكتور مادرتوش لحد الآن ماذا مادرتوش حاولت مرتين وانا نشتغل وعندي ذراري وكذا وبعد نقول ورح صح أسكو الشهادة أسكو الشهادة جيب الخبرة المعرفة هي لي أهم الخبرة وكيف تستعمل المعلومات تاكو الشهادة الإنجاز أنا نحس رحي مهندس أكثر من نحس رحي باحث نحب البحث كنت نحب اللي باحث له ولكن كي نشوف لو كان عندي اختيار نحب نقول مهندس لأني نحب الإنجاز توظفت مع صديقك اللي كان يشتغل معك في المطعم ولا وحب؟ لا هذاك هو كان الحمد لله نجحة الأمور تاعه وأقعد فيك إباك أنا مشيت أقعد في الموريال لأنني لم ننجح فيها ونذهب إلى الموريال والحمد لله كان لم أقعد دو موات ولي توظفت في بومباردي هو قاعد عوام ومن بعد أن نجري إلى مورا يا طهر أرى ما تجيشنا بدل الإيرونوتيك ويأتي معنا والحمد لله أنا خدمه في بومباردي نذكرها كل يوم هو مع زوجته وعندما تجيشت وعندما تجيشت وعندما تجيشت ومشيت 254 دولار سبحان الله الآن وصلت إلى جزء من حلمك راح تساهم في صناعة الطائرات وش هي إنجازاتك في شركة بومباردي في بومباردي في بومباردي كان عندي الحظ باش نشارك في ست نماذج طائرات طورناه في بومباردي وشاركت فيهم حوالي 26 سنونا مع بومباردي عندي كان جلوبال إكسبرس هذا اشتغلت فيه حوالي 8 سنين طائرة مسيرة أو طائرة طائرة حاسعة حوالي 4500 تحلق بدون توقف بدون توقف وعندها وطارق هذه خلاص منها ألف نسخة وهذا نموذج من أول فابريكي باش نديرو تاست وهذا في الـ 2006 أنا كنت مسؤول على تاستو في الـ ومبعد قلولي عبد القادر بيش كنت تتتتت مع الجامعة وعندك اتصالت مع الجماعة خطوش كنت أستاد في الجامعة ثانيك عندي يوم في الأسبوع وانا ندرس ومبعد قلولي عندك شوف انت الجامعات اللي كتعمل معهم وبديت ومبعد قلت لهم لا ما قلولي الجامعات كنادية أنا درت وش قالولي طلبت من الجامعات ثلاث جامعات جامعة لفال وجامعة هذا كمال عاوني كمال عمروش هذا واحد ميكانيقة أخرى عندي في المسجد وجبتوا عندك المورد؟ لا لا هو هذا كي عاوني باش جبنا الطيارة باش رفدناها ووصلنا هذا كمال مي كي قالولي أنا قلت لبليدة تصلت ببليدة تصلت ببليدة وبعد قلت لهم أسكف وزيت انتريسي باش أنا نعطيكم نجيبوا طيارة من البومباردي قلت لك وي دينا دميسيس هاي في البليدة هاي في بليدة الحمدلله جبناها في بليدة خضرت المشروع ست سنين باش ينجاز كنا نحبس على دراهم وتلفت دراهم البونكا باعي نشكروك مستاذ لانو انت منسيتش خير بلدك 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 الذي عاونك بالمنحة باش ترحت درست في كاندا ونحييوك لانك منسيتش هذا الخير وما زال عندك علاقة مع الجزائر ومزاك تعاون ومزاك تعاون طالبة كذلك اللي راح نتكلم معهم نتكلم عليهم فيما بعد من خلال الصور كذلك وانك تشرف على هذه البرامج وتدخل طالبة الجزائريين في صناعة الطائرات وبرمجة الطائرات كذلك زيت حكينا أكثر على هذا التخصص المهم جدا هذه النسخة التي شاهدناها باعت منها شركة بومباردي ألف نسخة طائرة خاصة وانت من بين الأشخاص الذين قاموا بصناعة هذه الطائرة وأشرفت على تصميمها وأشرفت على تجربتها تجربت على تجربتها ستحكينا أكثر على إنجازاتك في مجال صناعة الطائرات كان هذا واحد من مشاريع كنت قبل من هذا كنت شاركت في مشروعين قبل Global Express أقل من عام ولكن بعد تحولت إلى طائرة CRG-700 على تجربت الباردة كنت قد تحكي بمباردي وشاركت بمباردي كنت شاركت في إنجاز كنت تجربت لتجربة المنفينة وكتبته بعد تحولت إلى طائرة قدمت فيها ثمان سنين من البديد من 2001 حتى 2009 ساعة. وبعد تحولت الى طائرة اخرى اللي مالوزمون انا عبندوني قاعوا كومبوزيت تانيك طائرة اصغر من هذي حوالي ثلث سنين. وبعد تحولت لطائرة اكبر هذيك الجلوبال اكسبرس. الجلوبال ساتمي سانسون وهي اللي رحي انا بنينها في الفين وثبا. بنين نبيعو فيها من الفين وثمنتاش. لحد الان انا وصلين فيت مية وخمسين طائرة راية تتحلق. وان شاء الله هذا هو المشروع اللي رحي. طائرة نقل مسافرين هذي. لا جات بريفي خاصة خاصة ترفض 19 واحد. وهذيك طائرة الخاصة اه فيها تنجم تنام فيها فيها دوش فيها قاعة للمحاضرات قاعة الترفيه قاعة لا. فيها اربعة اه كاتزون. وهذه انتم ساهم في تصميمها هكي. كنت مسؤول على الاجنحة. ان شاء الله. هذا فخر كبير لنا. هذا كنت سكشون بوليزال. وتحولت من الجناح للطاريلا. ولكن الحمدلله كان ليا شارف بش هذي طائرة الجلوبال ساتمين سانسان كنت مشرفة على. واحنا رينا الشارف انه نتقاسم معاك الان هذه اللحظات. ونحن فخورونا بك او بابن بلدنا عبدالقادر خراط. اللي ساهم في صناعة في تصميم هذي طائرة. ولا طائرات اخرى كذلك. اش حال تبلغ قيمة هذي طائرة استاذ. الجلوبال ساتمين سانسان كيمة هالطائرة اللي كنت شوفوا فيها بلك حوالي خمسة وعشرين ثلاثين مليون دولار. طائرة اللي لاننا نقدم فيها اللي لاننا محسوبة نقدموا عدد نماذج. هذي مازال نشتغلو فيها نبيعو فيها. عنا ست نماذج. اه وهذيك الكبيرة فيها تا ستمين سانسان اه يتتباع خمسة وسبعين مليون دولار. لكن لكن حمشري وحدا ندلك يتصال معاك. خلصها بالتقصير. بنا لسبعمية وثمانين ألف عام. طيب. اه والله فخر كبير انه عندنا في الجزائر الآن. من بإمكاني ان يتحكم في هذه الصناعة ثقيلة جدا. صناعة أثقل من صناعة الطائرات. لكن انتما توقفت شنا دخلت طالبة الجزائريين في هذه المشاريع ونشاهدوا الصور الآن. كانوا طالبة معاك في داخل طائرة او مجسم لطائرة او شي انا فهمني انا ما فهمش هالأمور. هذه هذه أمور حتى أنا أخرجي. ما كنتم نجي كل عام ندير انكور. كنتم نجي في مية دات في وهرن. هذا حتى ندرته عندما في عام 2019. نقرر طالبة مقارنة في بلدة وكي ندير شكراً شكروا بومباردي كي أعطونا العمل العار قلت لهم أن نديروا درس نديروها الداخل الطائرة طلعنا في الدائرات حطينا الكراسة وتصورنا صورة وبعتها الكلام وهذه الطائرة شكو نصنعها؟ هذه بومباردي هذه اللي وشتهان اللي جبناها تخلنا الداخل واختشدت الكور تحمل كنت شاهدوا الصورة لما جبتوها في الميناء كذلك؟ هذا في الميناء هذي هي هذي اللي تكنوا فيها الطرابة الداخل دناكور الداخل دناكور الداخل باش نبعتها البومباردي باش نقولهم ميرسي وهل ساعة فقط طالبت البوليدة ولا عندك كثيرك علاقات مع الطرابات لا أنا كل عام عندي حوالي شوف أنا كنت نقول لك حاجة الرد للجميل ولكن اوسي عندي سينية مع الجزائر مع المينيسيات من كتبش على رحيك لكي نرجع من ثلاث سنين لازم نقري عشر سنين لازم نرجعتش لازم دراحمي كونو حلال لانتعو أولادين لكن لازم نكون حلال ولدي ومرتي لازم نكون حلال لازم نكون حلال لازم نرجع لازم نرجع لازم نرجع وطريقة تلك كيفية سنرجع لازم نرجع لازم نرجع نرجع لازم نرجع أي حاجة نقري الطلبان لازم نرجع دراحم كما هذا العام عندي زوج مشاعر واحد مع باب زوار العام اللي فاتكت مع باب زوار اللي العام اللي فاتكت مع الإيكول ميليتار كل العام هذا الإيكول كنا لعبوا البالون منها على لي منها قد تعمل ضر هذا هو الدبارتمنت جيني ميكانيك رحت اللي البارح رحت الثم وشفت الأستاذ واحد من الأساتذة اللي كان يقريني كان يقري قلتوا ما عليش نجلس ندخل وجلست معهم قرأت واحد من نص ساعة ولا حاجة نحب نكون طالب أنا طالب حتى ما مات هذا كلام كبير جدا ومتأكد وأعتقد فعلا بأن حب العلم هو الذي أوصلك إلي ما وصلت إليه الآن أستاذ طيب بما أنك مهندس في شركة كبيرة لصناعة الطائرات بومباردية الكندية نحب أن نفهم كيف تصنع الطائرات كيف تصنع الطائرات؟ كيف تصنع الطائرات؟ كيف تسوق؟ وانت وش هو دورك في هذه الصناعة؟ نحن نحن كبيرة، كان دولك كورة لطيق منتجهم ويمكنني لجيب لي تحديد طابلاء دولة ودرس الأمميين، محو الأممية سوال تلك التي كنت في الكواليس كما تقولها سوال تلك كيفي حجم طائرات محوزين أطنان وأطنان؟ شوفوا أستاذ أنا والله العظيم شاهدت عشرات الفيديوهات وحكاولي أشخاص اللي قودوا طائرة كيف هو مبدأ عمل الطائرة وكيفاش الطائرة بذلك الحجم وكي طائرة تنقل دبابة وكي طائرة تنقل مع لبليش حالة تقريبا ألف شخص ولا أقل ولا لكن ما تطيحش كي معي ويفهموا فيها ما فهمتاش أنا أتمنى وأحلم بأن أفهم مبدأ صناعة الطائرة كيفاش الطائرة نبدأ صناعة الطائرة هو الأيروديناميك الأيروديناميك لازم تكريين بورتانس مع باش كيفاش نسموها في العربية مع ذرا اللا بورتانس اللا بورتانس هي بورتيتلا هم الأجني حمالة الحمل أوك هي ترفد كل شيء والتطبيق اللي نعرفه أي واحد طالب في الجامعة في الطالب في الميكانيك يعرف الأقواصن دبانولي الأقواصن دبانولي تتليه بين لفتاسة و لفتاسة هذا هي اللي دي سيلا ومش معنى قدمت الريح يزيد في السرعة قدمت الضغط ينقص أنا هذي اللي ما فهمتاش هذا هو المشكل هذا هو اللي كواصن دبانولي فهم أنا بطريقة أخرى هذي قلت لك هانو هاندي دوفي لو كان بالإعجاب نديرهم أنا نبدلهم بعدهم على بعضهم بعض هاي نديرهم بعضهم بعضهم بعض لو كان ننسف في الوسط أنا نقول أنهم يتبعدوا يتبعدوا أوكي خطش أنت تقول أني ننسف ننسفت بعده بس لو كانت ننسف شوف لو كانت والسرعة نسقو نسقو علش نسقو خطش الضغط اللي بعد منه واللي أكبر لهنا ريحنا عنده سرعة سفر وأنا واش ديتكين نسفت كبرت السرعة على ريحنا واش أصرع الضغط في بيناتهم نقص والضغط قاعد من خارج تسمى رفدها ننسقهم واش معنتها أنت طيارة عندها جناح نديروه لكوربير في الفوك سافدوا واش معنتها تسمى لهذا يجي للجناح منحاني يجي منحاني يجي منحاني عندوين كوربير عندوين كوربير نسموها كوربير يجب أن تقسل الريح من الفوق يجي منحاني يجي منحاني يجي منحاني عندك تقسل الريح من الفوق يجي منحاني وقدم الجناح المساحة تكون كبيرة وقدم السرعة وهي أي حاجة عندها محرك قوي ستطير أهم بالإضافة للمحرك أهم مكون في الطائرة هو الجناح الجناح وش الاختلاف بين الطائرات اللي فيهم التيربوبروب أه وكالي ما فيهمش ههم نفاث كمان والتيربوبروب كما نعفشها بالعربية التيربوبروب سيكون لليس وش تدير هي جناح صغير ومو صغير جناح صغير ووش هي كمتو من الحبل الحل وش تدير وموش تدير ووش تدير وهذا التيربو بروك يجبد الريح ويطبع ويحتاج تكون عنده سرعة صفر وهذا التيربو بروك يعطي له سرعة للوراء كيف تعطي له الأكسيون ورياكسون تدفع أنت تدفع بلا بليليس ولا تدفع بالمحرك النفاث المهم الإسانسيال أنك تدفع شكرا على هذا الدرس المختصر بحول أمية في صناعة الطائرات أشكرك جزيلا شكرا أستاذ ما هي مساهمتك في صناعة الطائرة هي صناعة كبيرة جدا وطائرة أتصور أنه يصنعوها عشرات الأسخاص مئات والألاف مئات أكيد في نموذج نحن نكون حوالي 300 مهندس ما معنى النموذج؟ النموذج هو اللي راح يطير ولا ما يطيرش؟ ندرون نموذج شكرا ما ندر Однако تصميم إلى طائرة جديدة ونجد أن نصابably باللي راح ندخل في هذا رحمه. الناس تحتاج هذيك الطائرة ورح نديرو أرباح كبيرة. ايضا كينا عارفوا باللي كان الماركتنج تاعي يقول لك باللي كان رح نديرو ننجمو نبيع ألف ولا ألفين طائرة بعد وعشرين سنة. ننقلعوا المشروع. وبعد حنا نديرو التصميم. التصميم والساتفكاسيو. توقيت للأمولوجيا. أحتراش ما ننجموش نبيعو الطيارة لو كما تكونش أمولوجيا. وباش نديرو الأمولوجيا. واعتمد دمو صادق عليها من هيئة طيارة. وهذه خدمتنا. نحن نديرو بالك خمسة سنية ثمان سنين دفوا حتى العشر سنين. نحن نخدمو في النموذج. نخدمو منو نخدمو نخدمو سبع طائرات الأولانية. زوج غرل هياك الكيماشتها في الصويرة هذيك. باش نديرو دي تست في وعننا خمسة سنة تيرو في السما. باش نجمعوا قاع المعلومات. باش نديرو نتأكدوب اللي قاع الجالكول اللي درناهم. يجب أن نحصل إلى نموذج أخرى. نحصل إلى نموذج آخر. نحصل إلى نموذج من المشاكل. لا يقوموا بأن تسويق الطائرة مبيعية لتصوير. لأن تسويق الطائرات يتم طيارة مبيعية. نعم. يأتي لطائرة مبيعية بشيارة. كما السيارات. نعم. يأتي لتسويق الطائرات. لدينا طائرة مبيعية عامية أو ثلاث سنوية. من عامين ثلاثة لكن تصبر علينا عامين وجدوا لي واحد قلت لك بالله تقصيد حتى أن نبيع الكلية اليمنى والكلية اليسرى والقلب والرئتين والله يشيق جداً الحديث عن العلماء وعن هذا المسار المسار النجاح نحن نفخرون بك مجدداً أستاذ عبدالقر كان بعض التفاصيل التي لم نتكلم عنها الآن وحاول أن نتكلم عليها من خلال هذه الصور كان واحد صور جمعناها لطفولتك وهي مهمة جداً في سقل شخصيتك هذه الصورة صورة البداية إذا تتذكر سنة تانية افتدائي الفوق الأبيض الأسود مكاسل كولار مكاسل الآيفون تذكرهم هذا نعرفهم كانت تحتية واسمه فوزي فوزي الله يرحمه توفا حيني دوز يام الله يرحمه كان في اللوس ناسيم كنت عندي ثلاثين سنة ماشتوش شكومتان كان جننان محمد علي في جين سيفيل كان محمد قفاف كان قفاف رو هنا اسمه فلا راديوز كان دوان راح في بوستن كان واحد صالح راحما أمتسان سبيسياليس في فرنسا الله يبارك ذاكرة مهمة وكان محمد عبد اللهوي نزيد ونشاهدوا صورة أخرى ها ها هذا القارج بالمكتب أم كنت قارديان تمك كان القارج لاماري إسماعيل لاماري الله يرحمه كنت لعب هنا وكان يجي مولانا ذاشاك وكان يشوفنا اللعب ويزقي علينا هو شخصيا يزعب خطرش يحطنا بتاع وكي ما ركول يبيت وش يسرع تخبط القارج كي ما نخدمش خدمتي منيح هو يزعب فعلي ها ذاكرة جميلة هذي وين كنت نسكن هذي طابة الباب اللي كنا ندخلوا لها خداش كنا واحد الأفامي دالي لقيت بيهم رحت شفت الوالد أمي رمضان وخالتي مع زوزة رحت ليهم جان الاخر كنا جيلان تمك كبرناك أخوة كي رحت ليهم من الدارنا شفت العائلتي هذي الحومة تاعي هذا وهنا كنت الليكول بوبيلار هذا كان أخوية الله يرحمه أسس الليكول بوبيلار كنا نقرره مستهل ثمانية مطوعين مطوعين أن نعاونوا الطلبة كنا نقرره مستهل ثمانية باطل أو لابدراهم كنت تقرر باطل كنت تدرس باطل كنت تدرس باطل كنت تدرس باطل في اليوم لربع سنوات في وقتنا هذا تدرس دراهم كبار كنت تدرس باطل أكيد هذا من علوي كعبك نحكي على الدروس الدعم التي تقدم الآن هذا الدروس رح صورته كنت معه ماهجرس محمد مموحنا عايطه لمموحنا وماهجرس كناده كنت تدرس كنت تدرس كنت نقرره مع بعض الماك يجي سقسيني هو كان عام قبل بعدي يجي يقول هذا الأمر كنت تعاوني في المات هذي البلاسة كنت نقعدوا فيها بثاف وبثاف الجميع يجي يحوسوا عليها بش نعاون ونقرروا شوية هذيك الدروس ما زلوا يعيشتين ورح تنشوفوه الله شكراً جزيلاً هو أهمية العلم أنه ما يخليش الإنسان عنده أنه يعاون الناس كذلك والأهمية الكبرى أنه كان يقدمها مجانا أنت كنت تقري طلبة وتلاميذ بالمجان في هذه المدرسة الشعبية وفي المسجد كذلك والله يسررنا كثيرا برقائك سيد عبدالقادر خرات في عصارة وخلاصة كل هذه المسيرة المشرفة بحلوها ومرها كانت فيها الكثير من اللحظات الصعبة ماذا علمتك الحياة؟ تعلمت شوف عالمك حاجة قلها لواحد واسمه حاميد جلوت من غردية راح في كنارة طالت معك في لعبدالقادرنا كينث نحتاج المد من جملة خاصة لكاعة واش علمت الإنسان محتاج في أي مرتبة تكون عندك من البداية أو الأخرى إنسان محتاج والتجارة مع الله توجد رابحة صحيح يحتاج الناس مرتبة أو مرتبة أو مرتبة أو مرتبة أو مرتبة أو مرتبة أو حاجة يحتاج علم أو تشارك بالعلم تحتاج الأجوة بل إنسان مدعو يقول لك لا أعطيتني شوية ، أعطيتني شوية يعطيتني اللغر عوني بسونة دولار ماذا سيكون اريدك؟ وإنسان إنتم تتخلص في الماكلات أو حاجة إلى المرشتور أصبح 200 دولار يسألون ، ما تريدك لك؟ ماذا كيف تريده؟ ما ينجوش واحد يعرف وكلمة تشارك الناس تشوف العلم كيتمد وماشي ينروح لك واحد يمد تمد علم يزيد العلم عندك ماشي ينقص منك صح مش حاجة ملموسة مش ملموسة سوف يكون عندك دو دولار نعطيك دو دولار رحمني كوي ما عطيش دو دولار سوف يكون عندي علم نعطيه لك انت عندك وانا ما زال عندي ماشي يضع صح ونقول لك حاجة وكينا حاجة وحدة اخرى الفرحة اللي نشوفها في العينين انت طالبة مازاني بانتون ولي عندي ستنس ناو مازات لي الفرحة كيما كنت نقرر في الجامعة اه في الجامعة المسجدة دي ساتن مازات لي هذيك الفرحة كي نشوف واحد فهم عيني يبري صح كانت مغمضة ومبعض فهم مازات لي سهلة كيما هذي اللي عمسان كما انا فرحت انا فهمتني كيفاش دوك انت تسهل هالواحد ربي سهلها لك صح يتحتاج مد الله يشكرك جزيل الشكر على هذا الكم الكبير من الدروس الذي علمتنا اياه وخاصة درس مبدأ كيف تطير الطائرة للحمد لله اليوم استطعت ان افهم كيف تطير الطائرة بعد مشاهدة العديد من الفيديوهات اشكرك جزيل الشكر سيد عبد القادر خراط مهندس في شركة بومباردي لصناعة الطائرات طائرات خاصة طائرات مسافرين وطائرات اخرى كذلك اه تشرفنا كثيرا بان نتبادل مع بعض هذه الاوقات ونحن فخرون بك جزائر تمتلك واحد من من يتحكم في هذه الصناعات الكبيرة في العالم شكرا جزيلا على حضورك معنا شكرا جزيلا لك بارك الله فيك مشاهدين وصلنا الى ختام هذه الحلقة من برنامج علمتني الحياة وتبعتم مرة اخرى وقصة اخرى كذلك لأحد شباب الجزائريين الذي تحدى كل الظروف وكل المصاعب المصاعب بدأت هنا في الجزائر في منزله الذي كان ذيقا ولم يكن يسمح له بيئة المراجعة رفقة اصدقائه فكان يتوجه الى المخبزة وكان يتوجه الى المسجد الى بيت الله الذي كان له دور كبير جدا في السقل موهبته وسقل معلوماته كذلك وتبعتم الكثير من التحديات والتحدي الاكبر الذي كان عندما وصل الى كالندا وهو لا يتحكم في ادنى ابجديات بل كان تحت المستوى الاخير في اللغة الانجليزية لكن هذا لم يكن عائقا ولم يكن عامل فشل بل حوله الى عامل نجاح واستطاع ان يحقق نجاح كبير جدا وهو المساهمة في صناعة الطائرات للمسافرين والمساهمة كذلك في صناعة الطائرات الخاصة وصلنا الى ختم هذه الحلقة من برنامج علمتني حياة ألقاكم الأسبوع المقبل السلام عليكم اشتركوا في القناة